كان فيه يعني عقد بمقر النادي الاهلي بالجزيرة اجتماع إدارة قناة النادي الاهلي مع مجلس أمناء قناة النادي الاهلي بحضور طبعا الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس النادي الاهلي المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية وحضر من مجلس أمناء النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي أمين السندوق والأستاذ محمد أداماتي عضو مجلس الإدارة ومي عاطف عضو مجلس الإدارة والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وكمان حامد عز الدين عضو مجلس أمناء القناة حضر من جانب قناة النادي الأهلي المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات القبضة والكابتن إسلام الشاطر الرئيس التنفيذي لشركة لايف والأستاذ إهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي ودرندوي الهواري الأستاذ المستشار الإعلامي للشركة وأحمد سيف المدير المالي للقناة الاجتماع طبعا جاء لبحث سبل التنصيق والتطوير خلال المرحلة المقبلة عرض خطة البرامج الجديدة تطوير المحتوى خاصة أن الفترة اللي جاية إن شاء الله ستشهد العديد من المفاجآت داخل قناة النادي الأهلي اللي بتسعد جماهير النادي الأهلي في كل مكان خلال الاجتماع كان واضح جدا التفاهم الكبير بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس سيف الوزيري تحديدا فيما يتعلق بسياسات القناة ورؤياها المستقبلية إن شاء الله خلال الاجتماع كمان شرح الكابتن إسلام الشاطر الخطة الموضوعة واللي تم تحضيرها من قبل إدارة قناة النادي الأهلي كمان تقدم الأستاذ إهاب الخطيب بالمحتوى الخاص بالبرامج المستقبلية اللي بيتم تحضيرها لانطلاقها على شاشة قناة النادي الأهلي فضلا عن تقديمه للتصور العام للقناة خلال الفترة المقبلة زي ما بقول لحضراتك وزيما النادي الأهلي دايما بيهتم بالفرق الرياضية والمنشآت والتطوير كمان يا فارس يعني الرؤية الإعلامية والوجهة الإعلامية الخاصة بالنادي الأهلي تتمثل في قناة النادي الأهلي كمان بتشمل تطوير أكتر من رائع في الفترات اللي فاتت وكمان فيه خطة مستقبلية إن شاء الله يعني تسعد كل جماهير النادي الأهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي طبعا يا كابتن هاني النادي الأهلي وإدارة قناة النادي الأهلي دايما شرقاء نجاح يعني بيكون فيه تعاون أن إزاي تخرج بالمحتوى اللي يصل لجمهور النادي الأهلي شاشة قناة النادي الأهلي يا كابتن هاني أنا حقول لحضرتك يعني لا أبالغ ربط حضرتك أنا فيه أصدقاء دايما بيجوا يقولوا إحنا طول الوقت عندنا قناة النادي الأهلي حتى لما نيجي لحد ما ننام آخر اليوم قناة النادي الأهلي شغالة عندنا طول الوقت إحنا حاسين بارتباط قناة النادي الأهلي بتدخل كل بيت أهلاوي قناة النادي الأهلي خصوصا في المساحات الإعلامية اللي حصلة حاليا وأكيد الإعلام اختلف عن زمانة كابتن هاني وبقى فيه سوشيال ميديا وبقى فيه منافسين أيضا لهم إعلام قوي فدور القناة مهم جدا طبعا زي ما أنت بتقول السوشيال ميديا وقد قطاع كبير جدا من اهتمامات الجماهير ولكن ما يميز قناة النادي الأهلي إن فيه معايير واضحة وفيه خطوط عريضة بنمشي عليها أي كان أي واحد متواجد من أكبر واحد لأصغر واحد في قناة النادي الأهلي فيه فيه استراتيجي وفيه يعني زي ما بنقول خطوط عريضة بتتمثل في مبادئ النادي الأهلي وده المهم جدا إن قناتنا دايما قناة زي ما حضراتكم شايفين اجتماعات مستمرة لتحسين وكمان ودايما بنبص للأفضل قناة النادي الأهلي المسؤولة عليها طبعا السيف الوزيري كمان والتفاهم الواضح ما بين كابتن محمود الخطيب كابتن إسلام الشاطر إهاب الخطيب كل دول يعني بيسعوا جاهدين لتقديم أفضل صورة وأفضل محتوى ومهم جدا اللي بتكلم عليه المحتوى مهم جدا جدا وده اللي بيسعى ليه قناة النادي الأهلي لتحسينها في الفترة اللي جاية وكل ده الأهم من كده تحت طبعا شعار ومبادئ النادي الأهلي اللي مش هتتغير طوال التاريخ هو ده كابتن إهاني اللي أنا كنت عايز كمان أأكد عليه دايما أنا بقول فيه مسؤولية كبيرة جدا إن أنت تبقى تظهر على الشاشة وشعار النادي الأهلي موجود على شاشة قناة النادي الأهلي لأن ده بيحملك مسؤولية أنت عندك أكواد أخلاقية خاصة يعني أكيد طبعا فيه المساق الإعلامي وفيه أكواد إعلامية كلنا بنتبعها ولكن كمان النادي الأهلي كمنظومة مؤسسة عنده دولاب عمله الإدارية عنده مبادئه زي ما حضرتك قلت عنده شكله ومنهجه اللي كل حاجة لازم تخرج بده لو حضرتك هتلاقي مسؤول بيتكلم في النادي الأهلي هتلاقي بيتكلم بشكل معين في القناة مسؤول بيتكلم بيتكلم بشكل معين إعلامي داخل القناة بيتكلم بشكل معين كل ده لأن انت بتحكمك مجموعة من المعايير والضابط اللي مش موجودة في أماكن كتير جدا زي النادي الأهلي صحيح فبالتالي ده عبق أكبر عبق أكبر وكمان عايز أفكرك وأفكر السادة المشاهدين والفترات اللي اتعرض فيها النادي الأهلي لهجوم داري وكان هذا الهجوم خارج على النطاق والسياق الرياضي بشكل كبير خارج على النطاق الإعنامي بشكل كبير كنا حرصين في قناة النادي الأهلي أن احنا نلتزم تماما بهذه المبادئ ونلتزم تماما بهذه الخطوط المحتوطانة ومحتوطة في شعارات النادي الأهلي من مبادئ وأخلاق وإعلاء مصلحة الوطن عن أي مصلحة أخرى ولغاية ما أثبت النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي أن احنا كنا صح لأنه كان فيه فترات كثيرة جدا جدا كنا بنتهاجم كأعلميين موجودين في قناة النادي الأهلي أن احنا ما بنردش بالمثل أن احنا ما بنطلعش يعني العين بالعين والسن بالسن لا فيه فترات معينة كان الالتزام هو شعار قناة النادي الأهلي الهدوء هو شعار قناة النادي الأهلي مبادئ النادي الأهلي كان هي السمة السائدة لكل من يعمل في قناة النادي الأهلي ومرت الأيام واتضح أنه هو ده السبيل الأقوى والأسرع للحفاظ على حقوق النادي دي المنهجية يا كابتن هاني لو نرجع لكابتن محمود الخطيب في وقت شهير جدا في كلام ألقاء على جمهور النادي الأهلي وعلى الإعلام قال ده قال إن إحنا ما بنفردش في حقوق النادي الأهلي ما بنسيبش حقوق النادي الأهلي ولكن بتحكمنا معايير تخلينا وإحنا بنرد وإحنا بناخد أي خطو وإحنا بنعمل أي حاجة والنادي الأهلي بكل مؤسساته وأزرعه الإعلامية أو الإدارية بيعمل ده بأكواد وضابط النادي الأهلي فأنا تمنى إن شاء الله الرؤية دي تعكس ده وتستمر في الشراكة الناجحة اللي بنشوفها سواء من مسؤولين شركة استادات الحياة اللي وفروا إمكانيات كبيرة جدا أو من مجلس إدارة النادي الأهلي اللي أيضا عنده رؤية زي الفريق يا كابتن هيني زي فريق النادي الأهلي وعلى فكرة بيشتغلوا كمان تيم وورك وده المهم جدا يعني السياسة المحطوطة لقناة النادي الأهلي دايما تبقى في تيم وورك في تيم شغال بشكل مباشر إذا كان على مستوى إدارة القناة على مستوى الأكبر في برزنتيشن على رأسهم طبعا صيف الوزيري في تفاهم واضح جدا وفي تنصيق على أعلى مستوى والمستقبل كمان بنبشر كمان جماهيري النادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاية حيكون لها محتوى مميز جدا 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 مع التطوير يعني كل يوم بيحدث جديد وكل يوم بيكون فيه تطوير وإن شاء الله زي ما عودتنا قناة النادي الأهلي وأي اسم النادي الأهلي إذا ما بتحط تحت أي شعار أو أي يعني مؤسسة أكيد بيكون النظام والاستقرار هو شعار هذه المؤسسة وبالتالي كلنا يعني كلنا سعداء وكلنا يعني عندنا نوع من أنواع الفخر والسعادة إن إحنا بنشوف هذا التعاون الكبير جدا وإن كمان الرجال اللي حضراتكم شايفينا في الصورة بيسعوا وبيشتغلوا جاهدين لتوصيل أفضل صورة ومحتوى يعني محتوى محترم يليه باسم النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي ده يا كابتن هاني وأنا بأكد على كلام حضرتك وصعب بأي قناة تخص نادي تستمر للسنوات دي يا كابتن هاني إحنا بنشوفه حضرتك أكيد بتتبع كرة أوروبية يمكن محتوى القنوات الفئوية أو الخاصة بالأندية ما بيكونش بالشمولية دي وبالشكل ده ولكن دايما ده في رعاية مسؤولي النادي الأهلي وأيضا مسؤولي القناة وعلى رسوم أستاذ سيف الوزيري وكابتن إسلام الشاطر أكيد وأستاذ ياب الخطيب وأيضا زي ما حضرتك قلت مجلس إدارة النادي الأهلي متمثل في كابتن محمود الخطيب وكل المسؤولين عن الملف ده نتمنى الأفضل أكيد للقناة أكيد نتمنى الأفضل لقناتنا والنادينا ودايما في ظل السوشيال ميديا اللي احنا عايشينا دلوقتي والترند منافسة صعبة في إطار أنك بتحافظ على قواعد وعلى أساس الصعوبة أنك تحافظ على أساسك وتحافظ على المبادئ اللي أنت باني عليها قناتك وباني عليها ناديك أنك تحافظ على هذه المبادئ في ظل سرعة البرامج الأخرى في نسب المشاهدة والترند اللي يطلع بدون يعني بدون خلفية واضحة للمحتوى هذا شيء مهم جدا بدأ شيء مهم إن شاء الله كل التوفيق لإدارة النادي الآن المتمثلة طبعا في كابتن محمود الخطيب نتكلم على كابتن إسلام الشاطر إيهاب الخطيب كابتن إيهاب الخطيب طبعا سيف الوزير اللي بيقدم مجهود أكثر من رائع في مجالات كثيرة جدا جدا تخص الكرى المصرية ومن ضمنها طبعا النادي إلىه إن شاء الله كابتن هني كل التوفيق لقناة النادي الأهل فيما هو قادم إن شاء الله دايما دايما نوعدكم من شاشة قناة النادي الأهلي تلبي كل طموحاتكم